بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركياء الشرعية. النهار ده هنتكلم مع بعض عن رؤية الشجرة. هنعرف اهم التفسيرات اللي متعلقة برؤية الشجرة. كمان هنعرف امتى بتكون رؤيتها محمودة وامتى بتكون رؤيتها غير محمودة. اولا بشكل عام من الرموز اللي بتشير يعني رؤية الشجرة من الرموز اللي بتشير لرجل. لو كانت الشجرة مسمرة فمن الرموز اللي بتشير لرجل هيكون ليه منفعة او رجل نافع. اما الغير مسمرة فبتشير لرجل planted اي منفع. كمان الثمار الخاصة بالشجرة من الرؤية اللي بتطلع على الخير وكمان على المنفع للرؤية الشجرة الطويلة من الرموز اللي بتدل على كلمة طيبة او عمل صالح كمان الشجرة اللي ليها رائحة طيبة فمن الرؤية اللي بتدلها او بتشيل لرجل ليه سمعة حسنة وصاحب اخلاق طيبة كمان الشجرة اللي ليها شوك رؤية شجرة ليها شوك فمن الرموز برضو اللي بتدل على رجل للأسف هيكون سيء الطباعة او رجل شوية صعب خزن الشجرة من الرموز اللي بتشيل للعائلة لو كان مثمر فمن الرؤية اللي بتدل على الضرية وعلى الاولاد الشجرة النشفة او الشجرة اليابسة للأسف من الرؤية اللي شوية بتكون غير محمودة اللي ممكن تدل على فقنان شخص موجود في المكان ده كمان الشجرة في بعض الاحيان من الرموز بالنسبة للرجل احيانا بتدل على الزوجة او على الام خصوصا لو كانت موجودة في البيت لو شافها في البيت الأشجار كمان من الرموز اللي بتدل لما يشوف الرأي الشجرة او أشجار فمن الرموز للأشجار الخضرة من الرموز اللي بتدل على رزق وعلى خير وعلى منفع لو كانت طعمها حلو لو كان الشجرة خضرة وأكل منها سمار وكان طعمها سيء فدي هموم او مشاكل كمان رؤية الشجرة في مكان العمل بالنسبة للرأي وشافها انها مسمرة فمن الرؤية اللي بتدل على أرباح على مكاسب على أرزاء كمان على بركة في الرزق او في العمل ده قطع الشجرة من الرموز اللي بالغالب بتكون غير محمودة فرؤية الشخص المريض انه بيقطع الشجر فللأسف بتدل على زيادة المرض او طول المدة كمان قطع الشجرة احيانا بتدل على عدم وفاء الرأي بالعهد احيانا بتدل على فقدان الشخص قريب من الرأي قطع الخزن برضو من الرموز اللي بتكون غير مستحبة رؤية الشجر المقطوب بالفعل من الرؤية اللي بتدل على مرض حد من أفراد العائلة كمان سقوط الشجرة الكبيرة احيانا بتدل على موت شخص كبير سواء كبير في السن او كبير في المقام سواء كان رجل او امرأة كمان قطع الاشجار من الرموز اللي بتدل على قطع تلة الراحم وعلى قصرة الزنوب لما يشوف الرأي انه بيزرع شجرة رؤية زرع الشجرة في المنام من الرموز لو كان متزوج سواء كان رجل او امرأة فبيكون بشارة لي بالزرية وفي الغالب بيكون ولد والله اعلى واعلى كمان غرس شجرة من الرموز اللي بتدل على النسب وعلى الاولاد وكمان على خير وعلى رزق وعلى صلاح احوال الرأي بشكل عام لما يشوف الشخص انه بيقلع شجرة من مكانها فللأسف لو كان متزوج فاحيان بتدل على طلاق الزوجة او انفصال الزوجة او ظلم بيقع على الزوجة الفتاة العزباء لما تشوف الشجر في المنام فبيكون بشارة ليها بارتباطها وبزواجها خصوصا لما تشوف ان شجرة جبيرة وبيق شجرة ليها ظل كمان المش في طريق كله اشجار فمن الرموز اللي بدل على تحقيق احلام وتحقيق طمحات لها جزع الشجرة من الرموز اللي بتشير للزواج والارتباط في القريب لما يشوف الشخص انه جالس تحت شجرة سواء كان رجل او امرأة فمن الرموز اولا اللي بتدل على الامن وعلى الامان وعلى النجاح من خوف او من قلق من شيء معين فمن الرموز اللي بدل على امن وامان من الشيء ده كمان الجلوس تحت الشجرة من الرموز برضو اللي بتدل على رموز اللي بتدل على روحها ممكن بعد تعب او بعد معاناة كمان الرأي لما يشوف شجر كبير الحجم هو لكن يشوفه غير مصمر فمعنى كده انه حواليه اصدقاء او حواليه ناس الحقيقة الناس دي غير مفيدة لي بالمرة وما بيقدمولوش الدعم اللي هو محتاجه كمان لما يشوف الرأي انه عنده الشجر والشجر ده ليه سمار والناس بتاكل منه فمن الرموز اللي بتبشر بمناسبات مفرحة وكمان بعمل صالح هو بيقدمو رؤية اشتعال النار في الشجرة فمن الرموز اللي شوية ممكن تكون رؤيتها غير محمودة كمان الفتاة العزباء لما تشوف ان فيه اشجار والاشجار دي او شجرة وفيها اشواك فمعنى كده ان هي هترتبط بشخص للأسف الشخص ده يتسم بصفات قبيحة وشخص غير جيد كمان الشجرة برضو من الرموز اللي بتدل رؤية الشجرة الخضرة المظهرة من الرأي اللي بتدل على عمر طويل للرأي وكمان على صحة كويسة ده كده باختصار اهم التفسيرات اللي متعلقة برؤية الشجر او رؤية الاشجار في المنام بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم لو فيه اي سؤال او استفسار اكتبوا لي تحت وانا ان شاء الله هردت عليكم بشكلكم جدا انا شوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلام